السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولو سهلا فيكم بفيديو جديد كتير منكم طلب مني فيديو عن طريقة حساب الراتب والسكات أو الضرائب اللي بيدفعها الشخص وأيضا صاحب العمل عن الموظيفي أو المرتب الشهري للموظف طبعا أنا اخترت موقع إيكونومي فاكتا في عدة مواقع بتقدم ناس الختمي ومنضمنها حتى السكات تفيركت لكن هذا الموقع فيه معلومات تفصيلية بشكل أكبر من غيره رحط لكم يا إن شاء الله بصندوق الوصف النهم نحنا أول ما مدخل على الموقع أو الرابط رحط لكم يا طلعنا بهذه الصفحة ريك نقود دين سكات احسب ضرائبك فنحنا طلعنا التخيارات فينا نعبيهون أهم شيء أنه نحنا نعبي الخيار الأول على اليسار دين مونة سلون الراتب الشهري طبعا قبل السكات واللي حابب يحط إذا كان عنده دخل آخر أنانين كومست بالشهر كمان بيضيفه بالمربع الثاني لعليمين وفينا تحت على اليسار خوك إلر اكتفتات سئرشيتني يعني تعويض المرض أو الأنشطة وأهم شيء أنه نحنا نختار البلدية يعني أهم شيء نحنا نكتب الراتب ونختار اسم البلدية اللي نحنا ساكنين فيها وعمل نشتغل فيها أنا حطيت على سبيل مثال بلدية فالون الراتب مثل ما شفتوه حطيته 25 ألف على سبيل مثال وهون أنا كمان مهم جدا نحنا نكتب تاريخ الميلاد لأنه ممكن يفرق العمر والبلدية بتفرق بالسكات بين مكان وآخر نحنا ما نحط نحنا هذا الموضوع كمان في عنا ميدليم إيس بيس كشركان إذا كنت أنت عضو بالكنيسة السويدي فلازم تضغط كمان على هذا المربع لأنه إلها حسابات تاني ومنضغط نحنا على كمة بيريكنا باللون الأزرق فرح طلعنا الصفحة بهذا الشكل الراتب اللي شخص الراتب هو 25 ألف قبل سكات رح يقبض صعفة 19 ألف و 690 ببلدية فالون ممكن يختلف الرقم بين بلدية و أخرى مثل ما ذكرت الراتب الكامل أو تكلفة الراتب الكامل هي 32855 كرون طبعا بعد إضافة الرسوم صاحب العمل اللي هي متما شايفين هم بالتفاصيل قيمتها 7855 طبعا كلما زاد الراتب كلما زادت هاي الرسوم ومتما شايفين هون كومونال سكات يعني الضريبة اللي بيكون من البلدية ولعدتها بتكون 32 أو 33 بالمية فهون قيمتها 7799 لمرتب الـ 25 ألف طبعا إذا حسبنا نحن 33 بالمية مع الراتب الصافح اللي هو 19 فرح نلاقيه أنه أقل من هيك شو السبب؟ السبب أنه في خصومات على راتب العمل اللي هو يوبس كاتس أوف دراج خصوم ضرائبة العمل واللي هي متما شايفين هون بالتفاصيل بتعادل 2347 كرون عن هاي الوظيفة جنب إشارة الزائد فبالتالي بتكون المبلغ المقطع بالضريبي بيكون أقل من 7000 المهم أنه الرقم النهائي للراتب أو الراتب الصافح باللون الأخضر 19 690 عن الراتب اللي 25 ألف وتكلفة الضرائب عن الموظف وعن صاحب العمل يعني مجموعهم مع بعض هني 13 165 كرون لهذا الموظف وهيك بيكون إحنا وصلنا لختام هذا الفيديو إن شاء الله كان الشرح واضح أتمنى منكم الاشتراك بالقناة حتى يوصلك لكم الشيء جديد وشكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته